هنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات وأبدى استعداد روسيا لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة وأضاف أن ترامب أظهر شجاعة كبيرة وتصرف مثل الرجال عند تعرضه لمحاولة اغتيال لافتاً إلا أن رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية أمر يستحق الاهتمام ومن جانبه أعلى ترامب أنه سيتحدث إلى بوتين قريباً لا أعتبر أنه من الخطأ أن أتصل بترامب بنفسي وليس لدي أي مانع من استئناف الاتصالات معه أود أن أغتنم الفرصة لأهنئه على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة تصريحات ترامب في هذا الصدد وبشأن الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام لقد أثار ترامب شجاعة كبيرة خلال محاولة اغتياله أما في السياسة أشعر بأنه مطارد خلال الفترة الأولى من رئاسته وما سيحدث بعد ذلك غير معروف ترجمة نانسي قنقر